وقت ادعى القضاء على وزيران من وزراء الأشغال والنقل بالأهمال احتجوا انه هن عملوا يلي عليهم بس التناقض بين الوسائق والتصريحات بتشير لفرضية أبعد من الأهمال من بعد ما بلزت معطيات بتقدر تربط شحنة النيترات بمصالح الأسد بسوريا مهم نعيد النظر بفرضية الأهمال عن غير أصد ونستبدلها بنظرية تسطر عن أصد من منطلق الدوافع السياسية للمتهمين وزارة الأشغال بتشرف على المرفق من خلال مدرية النقل البر والبحر من وقت ما بلشت المراسلات فيه عراسة وزراء من تسبين أو مقربين من حركة أمل وطيار المرادة حزبان بينتمون لمحور الممانعة ودعمون لنظام الأسد معلن زعيتر فيه حواليه شبهات فساد عديدة منه مرتبط مثلا بالاستفادة من مدرية الطيران لاستدراج عروض للمقربين منه فنيانوس مرتبط بملفات تهريب وبأشخاص مثل ساركيس حلاس يلي برز اسمه بفضيحة الفيول المخشوش يعتبر فنيانوس الوسيط بين تيار المرادة وحزب الله بال2017 تحدى موقف الحكومة الرسمة وراح زيارة على الشام وبال2020 نحط على لاحة العقوبات الأمريكية بتهمت تسهيله أمور حزب الله بمؤسسات الدولة هالوزيران كانوا عراس وزارة الأشغال يلي استلمت قضية روزوس أول شيء بال2014 هي يلي استلمت بال2014 تقرير يلي حزر من نيترات الأمونيوم وفصل خطورته وكل حوادث انفجاره بالعالم بعطول الوزارة مكتب برودة للمحامات يلي كان متوكل عن طاقم السفينة هي يلي رسلت هيئة القضايا لتفريغ الباخرة ولباع البضاعة وهي الجهة يلي كلفة قاد الأمور المستعجة لإيجاد معلوف بـ 27 حزيران 2014 بتفريغ البضاعة الخطرة وحراسة وبحسب الرسائل العنبر 12 تابع لإدارة واستثمار مرفق بيروت يعني الوزارة هي يلي عندها مسؤولية مباشرة عليه مع هيدا وكله زعيتر بيقول أنا نيترات الأمونيوم وللتاريخ وللحقيقة بتاريخ انفجارها وهلأ بتشوف اجا من بعضه الوزير يوسف فنيانوس يلي بيعترف انه كان عارف عن المواد بس بيقول انه عامل يلي علاه وراسل القضاء بيان انه عاملين 16 كتاب 8 كتب قراءة من الحال و8 كتب من المدرية العامة للنقلة لانه من عبد الحفيز القيسي تصريحات بتناقض الوسائق اللي بين إيدينا وتصريحات تانية لانه أساسا لما طلع قرار القادل القادل الأمور المستعج لي بعث الناية للمتابعة ما بعرف يعني انت عم تأكد لي انه هني على علم اتنيناتهم بالقضية هيا لك هم هيدا عبد الحفيز القيسي الموقوف حاليا عم بيخبر انه وصلت له قوامر القضاء بتفريغ الباخرة مباشرة من غازي زعيتر زعيتر بيكذبه وهالشي متوقع لانه بمحل معين تعاطل قيسي مع الملف كان مشكوك فيه ب7 نيسان 2014 طلم القيسي تقرير برودة تاني يوم بعث كتاب لهيئة القضايا اللي تاب على وزارة العدل وبتلعب دور محام الدولة مع القضاء طلب القيسي التواصل مع قادل أمور المستعجلة للبت بقضية روزوس رجع بعد رسائل تسكير ب14 نيسان وبتنان حزيران 2014 الغريب انه ولا رسالة ذكرت المعلومات يلي بان ايديه عن خطورة النيترات متل ما وردت بتقرير برودة الكتب بتقول انه مصنى في خطرة بس هالخطر هو على سلامة الملاحة البحرية وعى البيئة ما بتذكر انه فيه متفاجرات بتقدر تدمر المدينة حول المرفق والمرة الوحيدة يلي بتذكر كلمة انفجار هي بكتاب حزيران يعني بعد شهرين وبتقول انه اذا غرقت الباخرة بينفجر النيترات بالوقت يلي اذا غرقت الباخرة وفيت ماء عن النيترات بينتلف ما بيبج بس كأنه الكتب همه الاساسي ظهر المادة من السفينة بسرعة ومن دون ما تحصيها الكتب ما عم تذكر كمية النيترات تذكر ان البضاعة عليها حجز قضائي بالوقت يلي الباخرة هي يلي عليها الحجز والهدف المعلن بالرسيل هو بيع النيترات غريب انه مديرية عندها معلومات عن مواد متفجرة بتدمر المدينة بتكون هيدة اولويتها بيتدعي زعيتر ان القيسي راسل هيئة القضايا من دون معرفته لوقت انه تعميم قانوني بالالفين وحداش واضح انه اي تواصل مع هيئة القضايا لازم يمر عبر الوزير يالقانون عم بيتطبق ويعني زعيتر بيكون عم بيكذب ولازم نسأل لاش يالما عم بيتطبق وهيدة الشي وارد بالمرفق وساعتها كمان لازم نسأل لاش بيقول زعيتر انه عارف عن روزوس من رسالة وصلت له من السفارة الروسية ووحدة تانية من السفارة الاوكرانية بـ 24 قاب 2014 الرسالة بتحكي عن تحرير الطاقم العلقان بالباخرة وبيقول انه رسالتان ما ذكروا النيترات بس رسالة السفارة الاوكرانية مثل ما كشفت الصحفية ليالبو موسى كانت مرفقة بقرار القادي معلوف بـ 29 نيسان 2014 يلي بيذكر انه فيه نيترات امونيوم خطرة على الباخرة لازم تتفرخ وبيطلب من الوزارة تفرغ لبضاعة وتحرصها يعني الوزير وصل له خبر بقيار 2014 وصل لغازي زعيتر بعد رسالة من الامن العام هالمرة بتحذره من النيترات ببور بيروت والاغرب انه المحامية اللي توكل عن طائم روزوس شخصيا بـ 2014 هو محمد زعيتر ابنه للوزير تفرغت البضاعة بالعنبر 12 بتاريخ مشكوك فيه بتسعة ايار 2015 بعد اشهر من تقرير بارودة طلبت مديرية النقل البر والبحر من معهد البحوث الصناعية تفحص المواد وتبين انه من اصل 2750 كيس كان في 1950 كيس مخزوق ما تصرفت الوزارة وتوقفت المراسلات هون زهر الوزير يوسف فنيانوس المرفق بأول ولايته واخرة والزيارات الرسمية بيسبقها كشف امنه حجة فنيانوس هي انه بعث رسائل للقضاء والقضاء مجاوب الخمس رسائل يلي موقع عليهم فنيانوس يلي بين ايدينا ما بيشيروا انه المادة قابلة للتفجير بيذكروا انه خطر على الملاحة والبيئة والسلام العامة ما بيذكروا الكمية او حالة الحمولة بيستعمل الكلمات الصحيحة من دون ما يقول شي الحديث عن السلامة العامة بيجي بسياء اضرار على البيئة واذا القيسة كان هدفه يطلع النيترات من الباخرة ليبيعها فنيانوس عم بيحل اشكالية رسوم هدفه مثل ما بيبين بالكتب مش طلب التخلص الفوري من المتفجرات انما طلب تطليع مصاري من النيترات علما انه بمجرد ما يعرف الوزير انه في مواد متفجرة عنده السلطة ياخد الاجراءات ليتخلص منه يمكن عم بيرسل القضاء كلمال ازاشين هارن سأل يقدر يقول بشباط 2020 سلم فنيانوس الوزارة لميشيل نجار القريب من تيار المرضى مع انه فنيانوس كان يعرف وتميناتهم عنده نفس المستشار نجار بيقول انه عرف عن النيترات قبل ب24 ساعة من الانفجار وتوسط له رسالة المجلس اعلى للدفاع انا عرفت بموضوع المرفأ قبل ب24 ساعة وصلت بالليل الكتاب عملت اجتماع اتصلنا بحسن اريتم تسجل الصبح بكير بالديوان بالليل صار انفجار سبع سنين ان المراسلية الفارغة سبع سنين ان الفرص لوضع امن المدينة ومرفأة اولا بس بيتجرقوا يقولوا انه عرفوا ماخرين قبل بكم ساعة بس من ما يبلش الحريق على المرفأ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة